تتوسع ضائرة استعمال السيارة الكهربائية عبر العالم وترتفع معها حدة المنافسة والحرب المستعرة بين عمالقة صناعة المركبات في سباق محموم لكسب طالعة التحول نحو السيارة الصديقة للبيئة نمو هائل جعل عديد الدول تتسابق من أجل إنتاج وتطوير سيارة تكون أفضل وأكثر ديمومة من سابقاتها ولا يقتصر الأمر على طراز واحد فكل دولة أعلنت عن نيتها أنتاج أنواع مختلفة من المركبات الكهربائية حرب على سوق مرشح أن تتجاوز قيمته تريليون ومائتي مليون دولار في غضون سنوات الستة المقبلة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وغارمها الصيني كون شركات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من بين أحدث الوافدين إلى السوق المزدحمة بشكل متزايد بإعلان عملاق الاتصالات الصيني هواوي خططا لصنع مركبات كهربائية بنهاية العام الجاري لينافسها بقوة عملاق التكنولوجيا الأمريكي أبل الشركة الأكثر قيمة في العالم التي اتخذت خطوة متقدمة في مجال تصنيع السيارات التي تصدرت به قائمة الأكثر متابعة بخصوص التكهونة حول شركائها المحتملين للمشروع وتنفس أبل مشاريع أمريكية أخرى على غير ألفابات المجموعة الأم لمحرك البحث جوجل ذمن مشروع يهدف لتصميم بطارية جديدة بتكلفة قليلة وطاقة كبيرة تزيد من المسافة التي يمكن للسيارة قطعها سباق محموم بين الشركة والدول يرسم لثورة خضراء في مجال صناعة السيارات الماضية قدما إلى الأمام والتي تكتسب قوة دافعة يوما بعد يوم ترجمة نانسي قنقر